مش مهندسة نفيسة أنا لجنة نزلت إيه بقى اللي بلاقيه أنا حتعم معايز زاي لأنه حضرتك الأول اللي عايزين نطمن الناس اللي بتفرج علينا إنه ما فيش حبس أول حاج اللجنة الناس اللي حتقدم في ظرف الست الشهور دي ما فيش حبس فيه غرامة وفيه مصالحة هو أول ما بيقدم الطلب يا أستاذ عمر بياخد شهادة للجهات القضائية أنه هو إيقاف الإجراءات القضائية أو الأحكام أو أي إجراءات لحين البت في الطلب ما هي دي بقى للقانون يعني الحقيقة من التسيرات اللي عملها إيقاف لحين البت اللجنة لما بيوصلها الملف الموضوع من الجهة الإدارية بتعدوا بالمخالفات بالطلب اللي هو مقدموا يعني إيه حد كان خد حكم إيقاف بيتواف أول ما بقدم لحين البت في طلب التصالح ده إجراء بيقاتاحوا القانون للمخالف اللجنة نزلت عينة الحالة يعني من ضمن المستنات اللي مقدمها تقرير الهندسي ده هو شيء مهم جدا اللي هو بيقس بتستلامها لإنشاء المبنى اللجنة بتتأكد بالمعاينة الظاهرية إن المبنى سليم وآمن بتشوف مسطح التصالح لو وفقت على التصالح وهو كان خارج الحالات المحظورة التصالح عليها اللي هي أعلى من الطيران المدني أعلى من قيود القوات المسلحة اللي حاجات دي الفنية بعد كده بتسمح له بالتصالح بتقدر له قيمة التصالح بتشوف مسطح التصالح بتاعه قد إيه شوف قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع اللي هي وضعيته اللجنة المختصة بيه تقدير قيمة المتر في لجنة في المحافظة هتشكلها لتقدير قيمة متر التصالح في كل منطقة ترجمة نانسي قنقر